اشتركوا في القناة وقال اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في تصريح له بهذه المناسبة تعتبر ذكر التصويت على ميثاق العمل الوطني مناسبة وطنية تاريخية وصورة حقيقية من صور التكامل الوطني الذي أرسى دعائمه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بمشروعه الإصلاحي المتميز والفريد من نوعه على المستوى العالمي والذي تمكن من خلاله جلالته من نقل البحرين نقلة نوعية بارزة وصولها إلى مصاف الدول الديمقراطية العريقة بالإضافة إلى أن هذا التصويت يشكل قمة التلاحم بين القيادة والشعب في بناء المسئولية الحقيقية وتحقيق الارتقاء بالمملكة على مستوى دولة المؤسسات والقانون والعمل الديمقراطي والعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وتابع اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن أجمع شعب البحرين على ميثاق العمل الوطني وتصويت بنسبة عالية جدا جعل من البحرين نقطة تحول تاريخية أنطلقت منها القيادة وأبناء الشعب إلى تحقيق إنجازات نوعية عالية في مختلف المجالات وجعلت البحرين تسير في خطة تنمية وتحقيق المصالح العليا للوطن وتطلعات الشعب والبناء والتحديث في مختلف أركان المملكة مستلهمين من رؤية جلالة الملك المفدى وعزمه على بناء البحرين النموذج المثالي الدافع الأبرز للارتقاء بالمملكة ترجمة نانسي قنقر